بعد كده بيقول لي النشاط رقم 2 جيم اكتب بجانب كل موقف مما يلي ما يعبر عنه الشكل الموجود أمامك قدامي شكل موجود في ايه؟ موجود في رابح وخسر والشكل التاني موجود في رابح ورابح الشكل التالت خاسر وخاسر الشكل الرابع أو الجملة الرابعة خاسر ورابح يعني ايه؟ رابح يعني فائز يعني فائز يعني ايه بقى الكلام ده؟ تعالوا نشوف كده ايه ممكن الشكل اللي نكمل بيه كل موقف من المواقف دي فأول موقف بيقول لي تريد أختك مشاهدة مسلسل وأنت تريد مباراة وظل الخلاف قائم حتى انتهاء المسلسل والمباراة يبقى انت وحضرتك واختك مختلفين مع بعض هي تريد مشاهدة مسلسل وأنت تريد مشاهدة مباراة كرة قدم أو أي مباراة وظل واستمر الخلاف ما بينكم قائم حتى انتهى المسلسل والمباراة فلم تشاهد أنت المباراة ولم تشاهد هي المسلسل إذن هنختار إيه من الأشكال الأربعة هل في شخص من الاتنين أنت أو أختك ربحة في هذا الخلاف بالعكس هي لم تشاهد المسلسل وأنت لم تشاهد المباراة إذن الأخين ها كلا هما خاسر إذن هنقول خاسر و خاسر في رقم اتنين بيقول لي إيه في الفصل أردت الجلوس على المقعد الموجود بجانب النافذة ورفض زميلك وأصر هو على الجلوس عليه طيلة العام الدراسي ما رأيكم في هذا الموقف من رابح ومن خاسر من اللي فاز هنا أو من الرابح هنا ومن خسرها في هذا الموقف بالفعل كما قلتم الاثنان خاسران طب ليه تعالوا كده نفكر فيها مع بعض ده خاسر وده خاسر ليه التلميذ الأول أصر على الجلوس بجوار النافذة طوال العام الدراسي فأصبح إنه كده خاسر زميله والتلميذ الثاني طلب من زميله أن يجلس بجوار النافذة خلاص لكن زميله لما رفض هو أيضا كان كان حزينا لذلك فالإسنان خسرها لم يصل إلى حل وسط تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن ترجمة نانسي قنقر